الدعاء وتأمل في حديثٍ أمر عليه الصلاة والسلام أن نتعلمه والذي لم يحفظه فليحفظه والذي ما تعلمه فليتعلمه واللي في بيت من الأبناء والذرية ما تعلموا هذا الداء الدواء فإن الأحزان على قوارع حياتهم وعلى أبوابهم بل على أبواب العيون والقلوب الأحزان حتى نتعلم كيف ننكسر بين يدي الله الحبيب علمنا دعاء يزيل الهم يزيل الغم بل ويبدل الله الهم فرحا والذيق فرجا والحديث صحيح الصحابة بعد أن قال الحبيب لهم هذا قالوا أنا تعلمه يا رسول الله قال نعم حقٌ على كل مسلم أن يتعلمه حق على مسلم كل مسلم إذا سمع هذا الحديث أن يحفظه لأنك تحتاج كل يوم أن تزيل عن نفسك بعض الوعثاء والغبرة التي لا بد أن تعلو القلب في الحياة ترى يا أحبابي عيالنا نعمة إذا كبر وشوي بدينا نخاف زادتها المراهق بديت عبنا يعني كان بداية نعمة وقد ينقلب نقمة قد يبدأ صاحبا وينقلب عدوا قد تفرح بالزوجة ثم تكون عدوة لك وقد تفرح الزوجة بالزوج ثم يتغير أخلاق الزوج إذا في الحياة أنت معرف على الأحزان غسيل الأحزان بدعاء ما هو؟ اللهم عندما قال صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب عبد أهم ولا حزن فقال إن اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ماضم في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري ثم قال بعد ذلك وجلاء حزني وهمي قال صلى الله عليه وسلم إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ هَمَّهُ وَغَمَّهُ وَأَبْدَلَهُ فَرَحًا وفي حديثٍ أَبْدَلَهُ فَرَجًا وفي رواية الله أكبر ليس فقط يزول الهم بل تشعر بلذة ورق والله إن القلوب أحياناً تتراقص فرحًا والله إن بعضنا يشعر يقول يا شيخ في صدري سعادة وفيه حلاوة والله إني من السعادة أبكي والله يا شيخ أني أبكي كما قال بعض السلف إن كان الملوك وأبناء الملوك فيما نحن فيه من السعادة إذن حياتهم إذن لحياة سعيدة وبعضهم يقول لجال دون عليه ما أجمل أن تشعر بالفرح ولن يجلو ذلك إلا الإنكسار بين يدي الله إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ماض في حكمك عدل في قضاءك ثم تسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا ما تعرفها وما لم تعرفه ما علمه وما استأثر به في علم الغيب عنده ثم تسأله أن يجعل هذا القرآن نور قلبك ونور صدرك وجلاء حزنك وهمك وهنا وقفه القرآن يفعل هذه الأفاعيل بالهموم والأحزان يبيدها يكسحها يزيلها يورق بالقلب بعد يبسه ويجعل الربيع فيه تجعل القرآن ربيع في طفل صغير في مدرسة في الرياض قال لهم المعلم ارسم حديقة فانطلقوا يرسمون الأطفال الأزهار إلا هذا الطفل أمه حافظة للقرآن ماذا رسم رسم مصحف وزخرفه فأتى المعلم فقال يا بني هذا مصحف مهيب حديقة قال هذا ربيع قلبي تقول همي الله يخلي الهم يا شيخ والله التربيه الجميلة ربيع قلبي إن الربيع ليس الذي تشاهده العيون أحيانا ينبت في القلوب ولذلك تجد بعض الناس في خوف وفي قلق وفي ضجر وفي تعب واحد مطمئن مبتسم راض قار العين ساكن النفس والله ما عليه من الناس وش هالسعادة التي عنده فلان لماذا كل يخاف وكل يتشاءم وكل يقول هلكنا هلكنا إلا هذا يقول ابشروا بالخير والله أنه يعرف الله ولذلك كان السبب الأول إذن الدعاء الدعاء فإنه من أكبر أسباب جلاء الهموم وتأمل في هذا الحديث الذي أيضا وهو حديث صحيح وقد نقله صاحب الجامع الصحيح وهو الحديث الجميل وكل الأحاديث جميلة